صباح الفل والعسليات على احلى بنات ازايكم يا حبايبي عاملين ايه معكم نونا من قناة تعالى منونا. اه النهاردة فيديو جديد وهو ريفيو عن اه البي بي كريم من ريميل. اه سواني عملكو فوكس عشان عندي مشكلة مع الفوكس والله. اه بلا 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 اه اوكي. فكنا بنقول ان النهاردة ريفيو جديد عن البي بي كريم ده. بس قبل ما ابدأ ريفيو بليز يا بنات ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل و اه لايك للفيديو لو عجبكم. وكمان ما تنسوش تروحوا تعملوا فوالو لحساب الانستجرام لو عايزين تشوفوا ريفيوها التانية عن منتجات انا بقدمها. وبحط بعض التبس كده اه يعني وبعض التبس اللي هي الارشادات يعني اه لحاجات معينة في السكين كير في الميكب. فبليز ما تنسوش تعملوا فوالو ليها كمان. اه ويلا بينا نبدأ اه زي ما انتم شايفين كده ده شكل بتاعها عبارة عن انبوبة كده اه مكتوب عليها اللي هي اختصار لكلمة يعني مرتب يعني بالم دي جاية من الترتيب شوية. اه مات يعني اه ناين ان وان سكن بيرفكتين يعني بيعمل تسع حاجات وهو بيخلي شكل يعني مش عايزين نقول كامل سوري مش عايزين نقول كامل لان الكمال اللي اللي هو واحده بس يعني هو بيحسن شكل البشرة. اه في خمستاشر والدرجة دي ميديم. لو لاب فينا كده هتنلاقي ورا مكتوب ايه الحاجات اللي هو بيعملها والمواصفات بتاعته. مكتوب ايه مكتوب انه هو ناين ان وان زي ما احنا قلنا. اه اه وبيدي مات بيعمل ايه بيقلل ظهور اه اه او المسامات بيخفف مظهرها بيواحد لون البشرة بيدي شكل مات وبيعمل يعني مش بيخلي شكل الوش شايني بي بيخلي البشرة ملساء وبيكونسيل الدارك سيركلز يعني بيخفي الدارك سيركلز وبيداري اي تصبغات في وشك او بقع كمان بيديكي او دي كافريج يعني بي بي استمر معاكي طول اليوم اه اه ودرماتولوجز تاستد يعني او معجات دي اختبروها اه معمليا واطباء الجلد يعني تمام كده او كي اه صنعة في ايه صنعة في موناكو موناكو دي امارة اه امارة اه تابعة لفرنسا اللي مش عارفة المهمة نيجي بقى نتكلم عن نقطة نقطة هو عجبني ولا ما عجبنيش هو عجبني بيعمل الناين ان وان لا مش بيعمل الناين ان وان هنتكلم في اللي عجبني فيه ان هو فعلا بيخفف شوية اه بيدي بيوحد لون البشرة احيانا فعلا بيخفف شكل الهالات لما بتحطيه تحت هي تحطيه على كامل منطقة الهالات اه بيخلي البشرة ملساء ايه كمان هما ايلين يعني تقريبا ايه كمان ايه كمان ايه كمان بس هو عجبني صراحي يعني انا كتجربة مع كزا بيبي كريم يعني ان انا جربت الجارنيه وجربت بتاع بانز كيت اجرب بتاع ميبلين مش عارفة ليه ما عجبنيش وانا بجربه في في الستاند يعني ده اشتريته وقلت اجربه ده تقريبا كان سعره حاجة وتلاتين درهم يعني اوكي فاللي عجبني فيه ان هو فعلا يعني بيدي تحفة للبشرة مش بيدي والحاجة انا بشريتي جفة ما جففهاش يعني اللي عايزة تشتريه هيبقى مناسب للصيف شوية للي بشريتهم حتى جفة لانه هو مش مش يعني دايما البيبي كريم بيكون بيدي ترتيب زيادة فبتحسيه في بعض البيبي كريمز بيدهنن حتى مع البشرة الجفة ده مش هيدهنن سواء بشريتي الجفة او دهنية لان هون بيدي مظهر لكن مش الماتفاينج اللي يعني اللي يخلي وشك كأنك حطه اسمند اوكي ايه كمان ايه كمان اوكي مش بنسبة مية في المية الصراح انا عندي منطقة مناخيري دهنية شوية فبتدهنن اه مع الوقت هو مش بيعمل كنترول شاينز اه بيدوم اه قول دي لا لا خالص خالص ده هو اخره تلات ساعات بيبتدي يخش في الخطوط يعني بتلاقي كده الخطوط اي خطوط تعبرية دهكتي بتاع هتلاقي دايما على طول دخل في الخطوط ولكن مش 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 بيتمسح من وشك يعني انا اللي لاحظته ان هو بس كل اللي عملوا معين هو دخل في الخطوط لكن مختفاش من وشي يعني حطته مثلا لمدة حطته الصبح وخرجته ورجعت مثلا على المغرب لأ هيفضل في وشك بس هتلاقيه خطط اوكي يعني ده غير البيبي كريمز التانيين بيختفي يعني انا في بيبي كريم بحسون بيختفه من وشي اه ايبو تاني درجات الصراحة ما عجبنيش خالص كدرجاته لانه هو لايت ميديم ودارك ميديم اللايت فتح جدا الميديم غامق يعني انا لو عملتلكو الصواتش على الميديم لأ غامق يعني ام مع الوقت كمان اه سنة بي اكسدايز فشي يعني ده على وشي انا غامق لما تيجي تحطيه هو كمان على روز شوية هو يمكن مش باين في الكاميرا هنا لكن هو للأسف مشكلته كمان ان درجاته اه على روز اه الاس بي اف اللي فيه مش قوي فما تقدرش ان انت تعتمد عليه كيعني كسانسكرين او ان هو يحمي بشرتك لأ اه تسبتيه بالباودر هيبقى ممتاز لازم يتسبت بالباودر ما ينفعش تنزلي بيه من غير باودر لان زي ما قلتلكو هو مش بديم التقيل قوي اه بس كده هو ده كان هو هي دي الحاجات الصراحة اللي ما عجبتنيش فيه والحاجات اللي عجبتني فيه بس من احسن اللي انا جربتهم لحد الوقت يمكن لو جربت واحد تاني هقول لكم فعلا ان ده احسن بس ده انا شايفان مناسب لكل جميع انواع البشرة سواء دهنية لانه هو فيه او يخلي البشرة مات وللجفة مش بيجففها خالص وفكرة ان هو بي واحد لون البشرة بطريقة ممتازة جدا اه بس هو ده اه العيوب التانية زي ما قلتلكو بس هيخش في الخطوط ومش اه والالوان بتاعتوه معجبتنيش ده كاختصار لريفيو اه وبس كده يا بنات هو ده كان الريفيو بتاع النهاردة لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك ولو حابين تشوفوا اي رفيو عن اي منتج ياريت تكتبولي تحت في الكومنت اه اه وان شاء الله هتجيبوا واعمل لكم عنه رفيو بس ياريت يكون سعره في الحنين عشان انا يعني ميزانيتي محدودة في بعض الحاجات اه وبس كده مستوش تعملوا فالوصة في الانستجرام وعايز اقول لكم ده انا بحبكم جدا بجان كل اللي بيخش بيعلق لي بطريقة محترمة او يعني بس يحطيلي لايك او كده بجدد ده يعني ده فوق راسي وبحبكم جدا وبحترمكم كلكو وحقول لي بيخش يعني هيكتب لي تعليق مش بصورة مش لطيفة ام بجدد دي حاجة مش هقول لكم مش بتزعلني اي بتزعلني مش عشان حاجة انا بتقبل النقد لكن بليز لو سمحتوا الكلمة الطيبة صدقة يعني اي مش اقول لكتر من كده الكلمة الطيبة صدقة بس end of discussion وfull stop واشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد من ريفيوها تعالى منونا وبي باي